السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحباب؟ بخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا برفع هذا الوباء إنه سميع الدعاء وأن يرفع عنا هذا الكفيد إنه سميع مجيب آمين أما بعد فأحد الأخوات فيها مرض القرحة المعيدية أي جرثومة المعيدة فقالت بارك الله فيك يا أستاذ علي نريد منك وصفة طبية غدائية تعالج جرثومة المعيدة وهي بعض الجروح والقروح تكون في جدار المعيدة وأنا حاليا قد كنت أصبت بها في هذه الأيام بعد العيد الأضحى فشفيت بإذن الله سبحانه وتعالى تماما باللبان الذكر وهو لونه أصفر بعض الشيء منه من يقول له المستكة يمضغ في الفم بعض الشيء وهو مطهر لللثة والأدرس والأسنان من التسوس ومن الدماء الجارية وهو كذلك يعالج قرحة المعيدة مئة في المئة اللوبان الذكر أو المستكة يوضع قطعة منه في الفم صباحا ومساءا ويشرب عليها الماء الدافئ تشفى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة